أرز عالميا وينضم إلينا الدكتور فاضل الزعبي وخبير الأمن الغذائي في مركز جينيفا للدراسات ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق سابقا أهلا بك معنا بداية على شاشة سي أم بي سي عربية يعني الملفت هو استمرار الارتفاعات اللي عم نشهدها على أسعار الأرز عالميا ومدى تأثر هذه المرة دعنا نتحدث بشكل تفصيلي عن تأثير ظاهرة النينو على هذه المنتج الزراعي ومدى حساسيته من هذه الظاهرة شكرا جزيلا إليك والتأثير في موضوع إنتاج الأرز تحديدا هو تأثير مناخي بحت وهذا تأثير تجلى في الجفاف الذي كان ضاربا بقوة وعنف في الدول المنتجة الرئيسية مثل الهند وتايلاند وفيتنام والدول المجاورة إلها أضف إلى ذلك أن ظاهرة النينو بتأثيراتها تشتمل على عدة عوامل جوية مختغيرة مختلفة تؤثر كثيرا على أي إنتاج زراعي ليس فقط الجفاف وإنما أيضا الهطول المطري في غير أوانو وبالتالي يؤدي إلى فيضانات تؤدي إلى إنجراف المزروعات وخسرانها أيضا لاحظنا مثلا على سبيل المثال تايلاند من الدول التي بدأت تدعو وتدعم وتشجع مزارعينها للانتقال إلى مزارعات هذا جاليا ما أود أن أسألك عنه بالتفصيل دكتور فاضل التوجه اليوم من قبل تايلاند سيزيد العبء اليوم على الأسعار التي تواصل الارتفاعات من بعد قرار الهند اليوم هذه الخطوة إلى أي مدى ستكون ردة الفعل واستمرار الارتفاع في الأسعار لفترة مقبلة يعني خلينا نرجع كم هو سوق الأرز عالميا نحن نتحدث الآن عن استهلاك أرز في العالم تقريبا 520 مليون طن منهم في سوق التجارة ما يقارب 55 مليون طن من 55 مليون طن هناك ما يقارب 22 مليون طن فقط تصدرها الهند وثمانية ونصف مليون طن تصدرها تايلاند إذن الرقم ليس بقليل نتحدث عن 30 من 55 مليون إذا تم أي اهتزاز بها سوف تكون مؤثرة وأقصى من صدمة القمح القمح أوكرانيا تصدر 8 مليون طن من 200 مليون طن ورأيتي ماذا حصل بالأسعار الآن في الأرز دولتين وأنا لا أستثنى دول أخرى فيتنام أيضا رح تكون مصيرة زي تايلاند اللي كمان تصدر ما يقارب 7 مليون طن يعني هذه الأرقام هائلة جدا بحيث أنه رح نصل لمرحلة أنه رح يكون في عنا أزمة كبيرة خاصة إذا ما علمنا بقراءة سريعة معدل استهلاك الفرد في العالم كله تقريبا 52 كيلو جرام لكن إذا ذهبت إلى دول آسيا تجد أن المعدل يصل إلى 250 و300 كيلو جرام فإذن هو عبارة عن عنصر غذاء رئيسي رح يفاقم أزمة الجوع الحاد وإنعدام الأمن الغذائي في قارة آسيا إضافة إلى الدول المستوردة الكبيرة الأخرى وكل ياتم نعرف أن الدول المستوردة هي سنغال بأفريقيا نيجيريا وماليزا وغيرها من كبار هذه تفتح الباب أيضا لأسواق جديدة لربما قد تكون تهيئ نفسها للدخول في هذا السوق وأيضا وتدخل للمنافسة اليوم من هي الأسواق التي قد تكون بديلة عن تايلاند وعن الهند وهنا المشكلة المشكلة الصين أكبر منتج ضرب الإنتاج وبالتالي أصبح مستوردا بكميات أكبر إذن صار في ضغط على استهلاك الأرز صار في ما نسميه مشتريات بدافع الخوف والتخزين وهنا يصبح الضرر مضاعفا حقيقة الدول الأرز تحديدا الدول الكبرى هي محددة يعني إذا خامس دولة في العالم في إنتاج الأرز هي أمريكا ولا تنتج أكثر من مليونين طن والدول التي بعدها تنتج كميات أقل بكثير وما رح تكون المنافسة أو ما رح تكون الإجراء من قبلهم سريع لسد النقص في أكبر منتجين مثل الهند وتايلاند وفي نفس الوقت ميزتهم ليسوا منتجين منتجين ومصدرين صحيح نعم أنا أيضا أود أن أتحدث في المنطقة العربية اليوم يعني المخاوف تمتد ليس فقط على مستوى المنطقة في آسيا وإنما عالميا كما ذكرنا ولكن التحوط بالنسبة للأسواق العربية اليوم شوفنا توجه من قبل الإمارات لحظر توقف التصدير وأعادة التصدير بالنسبة للأرز اليوم ما هي الخطوات المرتقبة من قبل الدول حتى تحمي أيضا وتحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج لدى اقتصاداتها يعني النقطة خليني أسميها مش الإيجابية بس النقطة اللي شوي بتريح إنه معظم الدول العربية تستورد من الهند تحديدا الأرز الباسمتي اللي لغاية الآن لا يوجد عليه أي حضر أو موانع مثل الموجودة على الأرز أنديكا والأرز الآسيوي المكسر وغيره لذلك سوف تكون إجراءاتها أقل نحن أكثر دولة تنتج الرز هي مصر وإنتاجها أقل كثيرا وبالتالي هناك تخوف ولا يوجد لدينا بديل إلا حاليا الرز الأمريكي اللي هو أيضا أبيض وقصير ومتوسط الحبة وممكن يلائم عاداتنا الاستهلاكية الغذائية وممكن تسد فيها لكن وين التخوف؟ التخوف من الأسعار الأسعار سترتفع حتى الأمريكا وغيره يعني المتوسط المتوقع للارتفاع هذا الأسعار برأيك من هون لنهاية السنة كم من المتوقع أن يكون؟ دكتور فاضل عدة توقعات بيّنت يعني مثلا منظمة الفاو بيّنت أنه مع بداية هذا الشهر أو مع نهاية الشهر المضى تقريبا اتفعت 20% عما كانت عليه وهذا أعلى من سعر 2011 والآن اليوم الأسعار تتحدث عن 15% عن 50% فوق هذه الأسعار وهذا أعلى من سعر 2008 اللي كانت سنة الأزمة والغيره لذلك أتوقع ارتفاع رح يكون ليس بالبسيطا بتوقعاتي المتواضعة رح يستقر الارتفاع من هون لآخر العام بحدود بين 18% وال20% عن سعره قبل عام طيب سؤال أخير وباختصار دكتور فاضل يعني إحنا عم نسمع عن الأرز الحساوي في السعودية وهو يعتبر من أغلى أنواع الأرز برأيك اليوم هل قادرين نحن على إنتاج كميات قد تكفي المنطقة وأن نعزز من هذه الزراعة؟ حقيقة أشك في ذلك رح يكون فيه إنتاج لكن لن يكون بالكميات التي تستطيع من تسديد التزاماتنا نحن يجب أن نذهب إلى تجربة قامت بها الصين هي زراعة الأرز في المياه المالحة وأثبت نجاحه كانت في بدايتها هذه من التجارب إذا التزمنا فيها رح تمكننا من إنتاج الأرز لأن المياه المالحة ما شاء الله لدينا أكثر منها ما فيه بكل تأكيد سنرى كيف ستكون وقع أيضا هذه العوامل المؤثرة على أسعار الأرز العالمية كنت معنا الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي في مركز جينيفا للدراسات ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في العراق سابقا شكرا جزيلا على وجودك معنا نهاية في العمد شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا